نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية وعددا من الدول الصديقة والشقيقة عددا من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة وذلك من خلال الإسقاط الجوية على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة وأعلنت القوات المسلحة أن ذلك يأتي استمرارا لتنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة المشاركة في تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة استمرارا لتنفيذ توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة المشاركة في تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عدد من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوية على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ذلك تزامنا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإصفات الجوي لكمية ضخمة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة يأتي ذلك في إطار الدور المصري الفاعل لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة